السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ واكل الدايت وغير الدايت يبقى متنسيش تشتركي بقناتي وتفعالي اول جرس عشان توسلك كل الاشعارات الجديدة النهاردة هقدم معاكم براونيز صحي ولذيذ جدا جدا هيعجب اولادكم ان شاء الله ممكن نفطر به طبعا الصبح فطار صحي ولذيذ وبيقوي مناعتنا ومناعت اولادنا انا عملي خالي تماما من الجيل ابيض ومش ضيفال وسكر ولا حتى زيت ولا سمنة ولا زبدة اه كل المكونات بتبقى معلقتين فسهل جدا تحفظوها ورغم ذلك انا اه كاتبقى المأدير برضو كلها في اخر الفيديو عشان تقدروا تاخدوها سكرينشوت وتحتفظوا بها عندكم تعالوا مع بعض بقى نشوف الطريقة والمكونات هنستخدم الخلاط بس مش هنستخدم اي حاجة تانية تعالوا نشوف بقى ايه المكونات السهلة دي ونعملوا ازاي معي بطين بدرجة حرارة الغرفة هحطوهم كده في الخلاط زي ما احنا شايفين مش هستخدم غير الخلاط بس هضيف كمان كباتين من الزبادي طبعا احنا كلنا عارفين كبات الزبادي دي بيتبقى تقريبا مية وعشر اجرام انا هاخد منها اتنين طبعا نراعي ان كل المكونات اه تكون طالعة من التلاجة قبلها من نص ساعة وتاخد حرارة الغرفة انا كده ضفت اول كباية ودي تاني كباية بعد كده هضيف ايه معي بقى مزدين صغيرين زي ما احنا شايفين كده هنضيفهم هم كمان وضيفوا المكونات بالترتيب ده علشان الخلاط يشتغل فتحطوا الاول خالص بالترتيب كده زي ما انا آآ بحط المكونات البيض وبعدين الزبادي وبعدين الموز بعد كده هضيف دي زبدة فول سوداني هياخد منها معلقتين كبار نقدر نستبدلها بزبدة اي نوع من انواع المكسرات وزبدة الفول السوداني وزبدة اي نوع من انواع المكسرات ممكن نعملها في البيت بسهولة آآ ان احنا بنحمص السوداني او المكسرات وبعدين نحطها في الكابة ونشغلها على اعلى سرعة آآ متواصلة لحد لما تديني قوام الزبن بعد كده انا هحلي بالعسل فيستخدم معلقتين كبار من عسل النحل ممكن نزود لتلات معالق ممكن طبعا نحلي كمان بدبس الطمر دي كلها بدائل صحية بعد كده هضيف معلقة من البيكينج بودر معلقة كبيرة ورشة ملح ومعلقتين من الكاكاو الخام البراونيز هنا انا مش هضيف في الخليط شوكولاتة انا هعمله بالكاكاو الخام بس تجيبوه كده غامق ويكون بدون سكر دون معلقتين كبار بعد كده هضيف كوب من الشوفان حوالي مية وعشرين جرام ممكن شوفان مطحون بالشرط يكون شوفان سليم اخر حاجة بقى الفانيليا وممكن نستبدلها طبعا بالقرفة او بالقهوة زي ما تحبوا وهنا شغلت الخلاط زي ما احنا شايفين هو لو شوفان اه ناعم لو دقيق شوفان يعني اه اه مش لازم تحطوه في الخلاط يعني ممكن اه تقلبوه بعد لما اه تطحنوا الموز مع الزبادي وبقية المكونات اه فلو عندك شوفان سليم او شوفان مطحونة اللي اتنين ينفعوا جدا وان شاء الله هيطلع براونيز لذيذ معاكو هينجح من اول مرة اي خلاط طبعا هيطحن مكونات علشان زي ما احنا شايفين القوان بتاع الخليط آآ سائل شوية مش آآ هتشوفو دلوقتي انا بصبه في آآ في القالب هجيب بقى اي قالب عندي سواء مربع او مدور هاد هين ورق الزبدة زيت بسيط خالص وهكون مشغالة الفرن على حرارة مية وتمانين يسخن بصوا بقى قوامة البراونيز عمل ازاي يعني هو خفيف كمان عن قوامة الكيك العاد خفيف شوية يعني مش مش خفيف قوي زي ما احنا شايفين كده بعد كده هدخلوا بقى الفرن زي ما قلنا على حرارة مية وتمانين هيقعد نص ساعة ومش هنشغل الشوية طبعا هو نص ساعة وهيبقى مستوي بالشكل ده طبعا هتختبروه بخلة السنين او ان انتو هو كده مش محتاج هو كده مستوي شايفين ما شاء الله بقى الكيك راطب جدا البراونيي طاري جدا وراطب والمزبوط انا بقى هبعمل اللي عايز يعمل كده يعمل مش عايز براحته انا بحط شوكولاتة على الوش سيحت شوكولاتة وبحطها على الوش لو مش عاوزين تعملو كده مش لازم طبعا بستزين اه الوناد بيحبوا اي حاجة بقى يعني هنزينها طبعا احنا ما ناكلهم اكل صحي بس لازم نقدمه لهم بشكل زريف يعجبهم بعد كده بقى هطلعها من القلب بتتكل طبعا سخنة بتبقى رائعة في الشتاء تدفي جدا اه نفطر بيها او نتعشى قطعة صغيرة طبعا طلعتها من القلب وهقطعها ونشوف شكلها بقى من الداخل اه قد ايه بقى آآ راطبة جدا ولزيزة جدا جدا ولازم تقوموا تجربوها حالا اه انا هحط في قائمة التشغيل اه كل الكيكات الصحي اللي انا عمليها وهنزلها لكم في صندوق الوصف للي حابب اه يشوف جميع انواع الكيك بقى مش بشوفها بس عملت بكل حاجة بالحمص آآ وبجوز الهند وباللوز انواع كتير جدا وبالدخن وبالحنطة والشعير في انواع كيك كتير جدا مش بديه ابيض عمليها حطها لكم في صندوق الوصف شايفين بقى منظرها ممكن بقى تزينه بمكسرات او تزينه زي ما انا هزين كده بالفراولة فراولة يعني رائعة وليومين دول كتير في السوق فممكن تستخدمها في التزيين بتطلع بسهولة من ورق الزبدة طبعا دي قطعة كبيرة يا بنيت يعني احنا مش هناكل كل دي انت ادك لي تقريبا كده قطعة يعني نص دي هتشبعي جدا تشوفين طبعا من الحاجات المفيدة جدا والمشبعة لما تفطروا بيها بتشبعكو طول اليوم هحطلكو برضو في اخر الفيديو فيديوهات مكترحة اتمنى انتو تشوفوها لجميع انواع الكيك لبعض انواع الكيك اللي كنت عامليها فيه طبعا كيكتل تفاح بالشوفان كانت رائعة وناس كتير جدا جربوها وعجبتهم ما شاء الله وكيكتل والشوفان والقهوة يعني فيه انواع كيكات كتير ما شاء الله كلهم حلوين قوي واللي بالبرتقون واللي كيكتل يوس في دي الكمية اهي كلها شايفين بقى شكلها حلو قد ايه يعني محدش يصدق خالص ان دي حاجة صحية الناس كلها فاكرة ان الصحي ده يعني حاجة وحشة او طعمها مش حلو او حاجة بقى له لضايت يا ايه ده لا لكن احنا بقدينا نخلي الاكل الصحي احلى اكل وشكلا وطعما وكل حاجة وحتى انتم بنفسكم لما بتجربوا الوصفات بتعجبكوا بترجعوا تكتبوا لي في التعليقات وبتبعتولي تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان عاطف اتمنى الفيديو يعجبكوا وتكونوا استفدتوا منه وطبعا منتظروا رأيكم كالعادة في التعليقات اه وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعيني جدا اه دلوقتي المقدير هتظهر قدامكو وانشوف شكل الكيك من الداخل عامل ازاي? ما تنسوش يا بنات اللايك والشير ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل اول جرس عشان توصلوا كل اشعاراتي الجديدة. مش عايزة ااسبكوا لحد لما تشوفوا شكلها من جوة عامل ازاي? شايفين بقى الجميل? لذيذة جدا جدا جدا. اشوفكوا على خير ان شاء الله يا حبيبي في فيديو جديد قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة